ما علامات الوقف في المصحف الشريف وما معناها وهل هي توقيفية أم اجتهادية وأخيرا ما حكم الالتزام بها وما نوع الوقف عند كل منها لتعرفوا الإجابة على هذه الأسئلة تفضلوا بالبقاء معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم من جديد إذن أيها الإخوة بعد أن انتهينا بفضل الله من الحديث عن أنواع الوقف في القرآن الكريم وشرحنا عددا من القواعد والتنبيهات المهمة وصلنا بكم الآن إلى مبحث مهم جدا يكثر السؤال عنه ألا وهو علامات الوقف في المصحف الشريف هذه العلامات أيها الإخوة وضعها علماؤنا كي تساعد قراء القرآن الكريم على ضبط الوقف والابتداء أثناء التلاوة لأنه كما تعلمون بدون المعرفة بكلام العرب لا يتحقق للإنسان أن يفهم باب الوقف والابتداء فهذا الباب في أساسه يعتمد على قواعد اللغة العربية بالإضافة إلى علوم مساعدة أخرى كالتفسير والقراءات وفي الواقع قلة قليلة من الناس لديهم معرفة بهذه العلوب بل إن الغالبية ممن يقرؤون القرآن هم أناس معرفتهم باللغة والتفسير بسيطة جدا ويصعب عليهم أن يتقنوا مبحث الوقف والابتداء ولهذا السبب قام علماؤنا بوضع علامات الوقف لتكون وسيلة تساعد عامة المسلمين على التلاوة الصحيحة التي تراعي جودة الوقف وجودة الابتداء حتى لو لم يكونوا متخصصين بعلوم اللغة والتفسير أو كانوا من غير العرب الذين لا يعرفون معاني الآيات التي يقرؤونها فإذن هذا هو السبب الذي أدى إلى ظهور علامات الوقف الآن دعونا نتعرف إلى هذه العلامات بالتفصيل وإلى الفروقات بينها نبدأ أولا مع ميم وهي علامة الوقف اللازم وليس اللزوم هنا لزوما شرعيا بمعنى يأثم تاركه وإنما هو لزوم اصطلاحي حتى يفصل القارئ بين معنيين فمثلا قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون يقف القارئ ثم يبتدئ والموتى يبعثهم الله ولو وصل لأوهم أن الاستجابة حاصلة من الذين يسمعون ومن الموتى وهو غير صحيح إذن إخواني اللزوم هنا هو لزوم اصطلاحي أدائي لا تكمل التلاوة إلا به وليس لزوما شرعيا بمعنى يأثم تاركه فلذلك من الأكمل والأفضل أن يقف القارئ حتى يفصل المعاني لكن لو لم يفعل فلا شيء عليه كأن يكون الإنسان يقرأ لنفسه أو يراجع حفظه فليس من الضروري أن يقف أما إن كان إماما في الصلاة أو كان في مجلس والناس يسمعون هذه التلاوة فعندها لا بد من الوقف حتى تتضح المعاني للسامعين وحتى لا يحصل لديهم أي التباس فمن السنة أن يكون الإنسان مبينا عندما يقرأ كلام الله عز وجل إذن عندما نشاهد هذه العلامة فهذا يعني أنه سينشأ معنا فاسد إن قمنا بوصل الكلام ولم نقف كما هو الحال في هذا المثال الذي بين أيدينا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله فالوقف ضروري هنا لفصل المعاني ولو وصل لفسد المعنى ولصارت الاستجابة حاصلة من الذين يسمعون ومن الموتى وهذا غير صحيح وهنا لا بد أن نشير إخواني إلى أننا بالإضافة إلى الميم التي تفيد لزوم الوقف يمكن أن نرى من علامات الضبط في المصحف الشريف شكلاً آخر من الميم يكون ذيلها للأسفل وتوضع هذه الميم فوق النون الساكنة أو التنوين وتدل على حكم القلب أو الإقلاب فإذن الفرق واضح بين هاتين الميمين ننتقل الآن إلى العلامة الثانية وهي لا وهي علامة الوقف الممنوع لعدم تمام المعنى كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فلا يصح الوقف على وصدق به لأن والذي مبتدأ وخبره أولئك هم المتقون ولا يصح فصل الخبر عن المبتدأ فإذن تستخدم هذه العلامة لبيان أن المعنى لم يكتمل ولو وقف القارئ لكان المعنى ناقصاً أو أوهم معناً خلاف المقصود وأحياناً توضع هذه العلامة بمعنى لا تقف لأن الوقف قبيح وإن وقفت فلا تبدأ بما بعدها وطبعاً شاهدنا هذا واضحاً في المثال الذي بين أيدينا حيث وضعت لا لتنبيه القارئ كي لا يقف على هذا الموضع لأن المعنى لا يتم عنده فإذا قال والذي جاء بالصدق وصدق به ثم سكت فلا يستطيع أن يبدأ مباشرة بأولئك هم المتقون لأن المعنى لم يكتمل والسامع سيسأل مباشرة وماذا بعد أين الخبر فلذلك إذا وقف القارئ على هذا الموضع مضطراً فعليه أن يعود لاستكمال المعنى وقد كانت هذه العلامة موجودة في بعض المصاحف ومنها مصحف مجمع الملك فهد ثم بعد ذلك رأت اللجنة العلمية حذفها فلم تعد موجودة الآن وقد شرحناها لأن كتاب التجويد المصور تطرق إليها والعلامة التالية التي سنتحدث عنها هي جيم علامة جواز الوقف وجواز الوصل كقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور يصح جعل جملة وهو العزيز الغفور حالية مرتبطة بما قبلها فيجوز وصلها به ويصح جعلها مستأنفة فيجوز الوقف على ما قبلها والبدء بها فإذا هذه العلامة تدل على الجواز مستوي الطرفين فالقارئ مخير بين الوصل وبين الوقف لأن الوصل له وجه والوقف له وجه أيضا ففي هذا المثال إذا وصلنا فإننا نعني بأن جملة وهو العزيز الغفور شديدة التعلق بما قبلها لأنها جملة حالية أي خلق الموت والحياة حالة كونه وهو العزيز الغفور ولنا أن نجعلها جملة مستقلة منفصلة فيجوز الوقف على ما قبلها والبدء بها فإذا الوقف على هذه العلامة مستوي الطرفين في الجواز فلا يوجد ما هو أولى في الوصل أو في الوقف وأما العلامة التالية فهي قلا علامة جواز الوصل مع كون الوقف أولى كقوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين يصح وصل فاقتلوهم بما بعده لارتباط المعنيين ولكن الوقف عليه أولى للفصل بين الحكم وتعليله فهذه العلامة تسمى قلا وهي كلمة منحوتة من عبارة الوقف أولى فأخذوا القافة من كلمة الوقف وأخذوا اللامة والألف من كلمة أولى فصارت قلا فعندما نرى هذه العلامة فالأفضل أن نقف لكن لو وصلنا فلا حرج لأن الوصل جائز وهذا تلاحظونه في المثال الذي بين أيدينا عندنا الحكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم والتعليل كذلك جزاء الكافرين فمن أجل الفصل بينهما صار الوقف أولى لكن لو وصل القارئ فلا إشكال لأنه يوجد ارتباط معنوي بين الجملة الأولى والجملة الثانية وأما العلامة التالية التي سنتحدث عنها فهي صلا علامة جواز الوقف مع كون الوصل أولى كقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور يصح جعل جملة فارجع البصر هل ترى من فطور مستأنفة وبالتالي يبتدأ بها إلا أن التحدي في قوله فارجع البصر راجع إلى خلق الرحمن في الجملة قبله مما يجعل الوصل أولى لشدة الاتصال بين المعنيين فهذه العلامة تسمى صلا وهي أيضا كلمة منحوتة من عبارة الوصل أولى أخذ الصادة من كلمة الوصل وأخذ اللام والألف من كلمة أولى فصارت صلا فعندما نرى هذه العلامة فالأفضل أن نصل لكن لو وقفنا فلا حرج لأن الوقف جائز وتلاحظون في هذا المثال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فيمكن أن نقف ونفصل جملة فارجع البصر هل ترى من فطور يعني أعد النظر إلى السماء هل ترى من نقص أو خلل لكن لو وصلنا فهو أفضل لشدة الارتباط بين المعنيين وأحيانا البعض لا يرغبون في الوقف على صلا على اعتبار أن الوصل أولى لكن هذا لا ينفي أن الوقف جائز أيضا وعموما إذا كان لدى القارئ نفس طويل فالوصل أولى أما إن كان يعاني من ضيق في النفس فسيكون من الأفضل أن يقف على هذه العلامة لماذا؟ لأنه إذا استمر في التلاوة فربما لن يسعفه النفس وسيضطر إلى أن يقف وقفا قبيحا فلذلك نقول بما أن الوقف جائز على صلا فالأفضل أن تقف طالما أنك تعاني من ضيق في النفس وأما العلامة الأخيرة فهي علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يوقف على الآخر كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهذه هي علامة الوقف المتعانق وهي كما تشاهدون عبارة عن ثلاث نقاط توضع على الموضع الأول وثلاث نقاط توضع على الموضع الثاني ومعنى هذه العلامة أنك أيها القارئ مخير بين الوقف على الموضع الأول أو الوقف على الموضع الثاني ولكن ليس لك أن تقف على كلا الموضعين وبعبارة أخرى عندما يكون الإعراب صحيحا من وجه وصحيحا من وجه آخر عندها يجوز للقارئ أن يراعي الوجه الأول أو أن يراعي الوجه الثاني ولكن ليس له أن يراعي كلا الإعرابين في الوقت نفسه ففي هذا المثال إن وقفنا على الموضع الأول ذلك الكتاب لا ريب ستكون كلمة فيه مرتبطة بالجملة التالية فيه هدى للمتقين أي هدى في القرآن للمتقين وإذا وقفنا على الموضع الثاني ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك في القرآن ثم نقول هدى للمتقين على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى للمتقين إذن كما لاحظنا في هذا المثال كلمة فيه عندما جعلناها مع الجملة الأولى أعطت معنا وعندما جعلناها مع الجملة الثانية أعطت معنا آخر فبحسب الإعراب نتعامل مع الجملة ولكن لا يصح أن نطبق كلا الإعرابين في نفس الوقت فلا يصح أن نقف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهذا الوقف يسمى أيضا بوقف المراقبة أي أن القارئ يراقب التلاوة فإن أراد أن يقف على الموضع الأول لا يقف على الثاني وإن وقف على الثاني طبعا لا يقف على الأول وبالتأكيد يمكن للقارئ أن لا يقف على كلا الموضعين هذا جائز فيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إذن أيها الإخوة مما سبق يتبين لنا أن الوقف على هذه العلامات هو وقف كاف لوجود التعلق المعنوي فقط دون التعلق اللفظي وبالتالي يوقف عليها ويبتدأ بما بعدها لكن كما لاحظتم فهذه العلامات ليست بمرتبة واحدة إنما هي على درجات فعندما يكون التعلق ضعيفا جدا فنجد ميم وتعني لزوم الوقف وعندما يكون التعلق ضعيفا فقط نجد قلا وتعني جواز الوصل والوقف أولى وعندما يكون التعلق قويا نرى صلا وتعني جواز الوقف والوصل أولى بينما عندما يكون التعلق معتدلا فنجد جيم وتعني الجواز مستوي الطرفين يعني أن القارئ مخير بين الوقف وبين الوصل أما عندما يكون الإعراب صحيحا بطريقة وصحيحا بطريقة أخرى فنجد علامة الوقف المتعانق وتعني أن القارئ مخير بين الوقف على الموضع الأول أو الوقف على الموضع الثاني ولكن لا يصح له أن يقف على كلا الموضعين وأما الوقف على علامة الوقف الممنوع وهي لا فهذا الوقف هو وقف قبيح بسبب وجود التعلق اللفظي والمعنوي والوقف عليه يعطي معنا ناقصا أو خاطئا فلذلك إخواني لا يتعمده القارئ ولو وقف عليه مضطرا أعاد فإخواني الكرام هذه هي الفروقات بين علامات الوقف وقد شبه العلماء هذه العلامات بإشارات مرور التي توضع عادة على جانب الطريق فالسائق الذي يلتزم بتعليمات المرور سيصل إلى وجهته بسلام وكذلك من يتبع علامات الوقف في المصحف ستكون المعاني التي يقرأها تامة وصحيحة والآن بقي أن نتكلم على حكم الالتزام بعلامات الوقف في المصحف فكما ذكرنا في المخدمة إخواني هذه العلامات ليست توقيفية إنما هي من اجتهاد العلماء جزاهم الله خيرا وهم وضعوها بالنظر إلى شيئين اثنين هما التعلق اللفظي الإعرابي والتعلق المعنوي فلذلك الالتزام بالوقف على هذه العلامات ليس واجبا وكذلك مخالفة هذه العلامات ليست حراما إلا إذا تعمد القارئ الوقف على موضع يفسد عنده المعنى ويؤدي إلى معنى قبيح لا يأتي به مؤمن إلا سهوا أو على سبيل الغفلة فعندها يكون الوقف حراما ولذلك ينصح العلماء باتباع علامات الوقف خاصة إذا كان الإنسان لا يعرف علما نحوي ولا التفسير علما أن أي وقف ليس فيه علامة من علامات الوقف غالبا سيكون إما حسنا أو قبيحا لأن المعنى سيكون ناقصا أو خاطئا وكذلك الإعراب لن يكون مكتملا فعندها لا بد للقارئ أن يعود حتى يلتقط معنى صحيحا ثم يتابع القراءة إذن الأفضل أن يلتزم القارئ بعلامات الوقف حتى يكون أو حتى تكون المعاني التي يقرأها صحيحة وحتى يكون مرتاحا خاصة إن كان يعاني من ضيق في النفس وبهذا أيها الإخوة نصل إلى نهاية هذه الحلقة في لقائنا القادم إن شاء الله سنتكلم على قاعدة حفص في الوقف الاختباري أو لاضطراري بالإضافة إلى التدرب على كيفية الوقف على عدد من المواضع التي يكثر السؤال عنها ويحتار الطلاب في كيفية التعامل معها وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر